السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية السعيدة على الشعب السعود الشقيق بمزيد من الرفع والتقدم والازدهار في ذل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه ومما جاء في برقية جالات الملك وإذ أدعو الله لكم بموفور الصحة والسعادة والهناء وبكامل التوفيق واستداد في مهامكم السامية أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو الملك وأخي العزيز بقابل فائق عبارات مودتي وتقديري كما بعت صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية أخرى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني لبلاده وأعرب جالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين مقرنة بدعوات جلالته لله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية السعيدة على الشعب السعودي بمزيد من الرفع والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة موسيقى